هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار قبالة المدينة كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا سكنيا شرق المدينة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة بشرقي رفح كما استهدفت قوات الاحتلال دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوبي المدينة في الأثناء أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مستشفى الولادة الرئيسي في مدينة رفح الفلسطينية توقف عن قبول الحالات مع تواصل العدوان الإسرائيلي وتوقف الإمدادات